السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما وعتكم بالأمس أن هذا الفيديو اليوم سوف نتحدث عن التكوين المهني العالي أو القرادو سيبريور ما هي الشروط لكي نقدر نقرأ القرادو سيبريور ما هي بعض التخصصات التي يوجدون في إسبانيا وما هي التخصصات المطلوبة تكلمت على اللغة بجميع التفاصيل ديالها كيبقى أن الإنسان الأنترسي مهتم أنه يقلب على المدينة اللي غادي تناسبه ويقلب على المدارس وكل مدرسة رعندها تمن دياله هذا شي كيبقى ديالك أنتك تختار إلا بنلك بالدراسة والعلم وطلب العلم تفاهى فما عرفتش أنا شنا هو المستوى المنحط ديالك من التفاهى إلا كنت كتشوف أن طلب العلم والقراية القراية كتسمى تفاهى هذا جاء واحد التعليق في آخر فيديو الزلد الغرض من هذا الفيديو اللي كم بارتاجي أنا في هذه القناة المتواضعة لأن بزاف ديالناس واحد النهار كيكون قالس كيدي سيدي أنه غيمشي يعيش في واحد الدولة أوروبية مثلا أو إسبانيا ضروري ما كيندم على ما كيندم كيندم على شي حويش كيقول كون حساب لي هكا كون درتهم قبل ما نجي نجيم نجيم بريباري ممكن تقول له دبالي أعطى الله أعطى ماشي مشكلة الحياة تستمر كيتدارك الموقيف ولكن بصعوبة وكيتمحن لغير المعادلة هذه المعادلة لغير المعادلة كيندم جيت لإسبانيا مثلا هناك ومدرتش لبوستيل للبوكالوريا هذيرها معاناة كتدطر أنك تشدك البوكالوريا وتصيفتها تانين المغرب تخلص عليها خمسين دل أورو ويدروا لها لبوستيل وترجعها تانين بخمسين دل أورو شحال دييعطي ديال الوقت وطلعت عليك بمياه ديال الأورو بألف درهم منيك تشوف فيديو كيتكلم على هذه المعلومات تجيب معك مقاد تجيب معك مقاد تربح الوقت وكتربح الفلوس لأن في هذه البلاد أورو كيسوا تجيب معك لا تجيب معك لا تجيب معك الحلاقة النجارة الكوميرس الماركوتين الانفورماتيك السنطرية لا تجيب معك أي شعبة تجيب معك تجيب معك تجيب معك تجيب معك تجيب معك وكيبقى تجيب معك تجيب معك تجيب معك تجيب معك دائماً كيقرأ ويصبح تقدر يكون شيء مدراسة كتقرأ العشية أنا ما أعرف المدة دي الدراسة عامين وفي هاد العامين كينا كين براكتيكك كين ستاج ومن كتمشي كتدير ستاج كتقدر تقلب على خدمة في ذاك ستاج إذا كنت كفابل غالي تلقى تماية خدمة بالنسبة للناس الذين يقرؤون هنا لا يكونوا أوراق الإقامة ويكونوا هنا يعيشين ومعادلات البكالورية وتشجلوا في القرادة وقرأوا من ذلك يسالوا الدراسة ويقوموا في أستاج ويقوموا شركة كتدير ويقوموا الوريقات ويكملوا في ذاك شركة ويقوموا في ذاك شركة ويقوموا دي بلوم تقني متخصيص عالي يعني دي بلوم سهل عامين تقدر تخدم فيه بجميع الدول دي الاتحاد الأوروبي شنو كنحتاجوا باش نقرؤوا القرادوسي بيريوري أولا كنحتاجوا المعادلة ماذا هي هذه المعادلة؟ المعادلة هي الإكيفالون دي الباك هذا الباك المغربي أو هذا الباك الجزائري التونسي هدو هنا يمكن نجيبه لهم في العربية والأمازيغية والفرنسي هدو ما كيف يفهموهش؟ كانت اتفاقية بالمغرب والإسبانيا دي المعادلة دي الديبلومات يعني خاص تديرلو لغاليزاسيون مليك نقول لغاليزاسيون طعم بالحمر لا لغاليزاسيون هي اتفاقية بالمغرب دي الأكتوبر 1921 من بعد ما كنديرو لغاليزاسيون لشهادة الباكالورية الأصلية اسمعوني مزيان شهادة الباكالورية الأصلية هي اللي كنديرو لها لغاليزاسيون وبيان النقاط دي السنكيام والسيزيام والباكالورياء حتى هما كنديرو لهم لغاليزاسيون لقوستيل الإخوان اللي معمرو ما اسمع هذا لقوستيل هو هذا هذا هو لقوستيل هذه القوستيل دي الهاد الباكالورياء هذا هذا لغاليزاسيون هذا بيان النقاط في السنكيام والسيزيام والباكالورياء وكين الجهاوي وكين الوطني أعطي أكثر هذا بيان النقاط أنا كنفضل تديروهم في ورقة واحدة باش مني كتديرو لهم الترجمة كتتترجموه في ورقة واحدة كي يتطلع عليكم شوية رخيص إلا مشيتوا ورقيتوا شي واحد منعجاز إذا كتدرى الولى في ورقة والدرى الثانية في ورقة والدرى الولى السيزيام في ورقة الثانية في الزرقة غطي عليك ثمانية دورة قبل عشرة غطي عليك الترجمة ما هي وما لونها بالضبط كالوريا كذلك هذه لا بيرسل الفين وثلاثة تقريرا كذلك في البوستي ديالها ما المهم عندي في البوستي هي هناك تكون الأكاديمية الجهاوية لا تكون عمالة الفحص آنجراء أو الحوز تكون الأكاديمية الجهاوية وزارة التربية الوطنية والمهنية والشباب والرياضة لأنها كل عام تتذكر وزارة كاعدة واسمية المهم هناك يكون ديركتور مدير الأكاديمية والمدير الجهاوي المهم هناك تكون معلومات المتعلقة بالأكاديمية للتعليم لأننا سنجد لهم المعادلة في الدبارتمو ديال إدكاسيون هنا في إسبانيا يعني بالباك بالأكاديم والي غولو فيض نوت بالأكاديم هذا الشيء اللي كانحتاجه وكانحتاجه الترجمة الترجمة كنفضل إلا كنت تدير المعادلة في المغرب كنت تترجمهم تدير المعادلة في إسبانيا كنفضل أنك تدير لهم الترجمة في إسبانيا أنا لا أتكلم عن المعادلة في الجهة ديال الباسك أنا لا أعني معلومات على إسبانيا كاملة لأنه صعيب يكون لديك معلومات على إسبانيا كاملة 17 جهة كل جهة كتلغي بلغها كل جهة دا نظام داخلي ديالها مني كنحصلو على الباك والنقاد والترجمة ضروري ما خصنا نحصلو على واحد الكلابيي من الجوبرنو باسكو ديال بيلبا ولا ديال سان سيباسيان ولا ديال بيتوريا ألا با ولا بيسكايا ولا أخو بوسكو كنحتاجو هاد السوليسيتود هادا هاد مناطق ديال الباسك داروري تكون عندك شهادة سكنها لأن هاد هاد ورقة هادى كان أم بريميوها من سيت والسيت داروري خاصنا ندخل فيه ليدوني ومبيل ليدوني العنوان ديركسيون وهادى الطاصة الطاصة كذلك تختالف حنا هنا في الباسك كان خلصوه الطاصة فيها 53 أورو وفاصيلة 33 وكان بعض البلايس ديكي خلصوه 49 هادوا جوريقات وهذا الباق النقاط كنشدوهم وشهادة السكنة والباسكور ديالنا وكننشي وكندفعوا المعادلة ديال الباكالوري ماذا تعطل المعادلة ديال الباكالوريه؟ في القانون الإسباني كان تعطل المدة ديال تلت شهر من بعد تلت شهر كانت توصلوا واحد نوتيفيكاسيون ولا واحد الميساج ولا بإيميل في التليفون ديالنا كي قلنا بالليرة الباكالوريه ديالكم اللومولوغازيون ديالكم راغا وواجده كيفاش كتكون المعادلة ديال الباكالوريه بحالها؟ هادي هي المعادلة ديال الباكالوريه هنا في الباسك المناطق أخرى كتختال الناس اللي عددهم المعادلة رالا دار مقارنة غير قوين اختلال من كتكون عدنا سواء المعادلة الواجده ولا كيكون عدنا غير بولانطي يعني كندفع الدوصي ديالنا وكيكون عدنا واحد الريسيبو يعني اخدنا واحد التوصيل بالليرة الباكالوريه ديالنا في البروسيس ديال المعادلة ديك الساعة يمكننا تشجلو في أي مركز ديال تكوين غير بدك التوصيل غير بدك البولانطي من بعد يمكن لنا نكملو الدراسة ديالنا من يتوجدنا الباكالوريه كنجيبوها لمركز ديال تكوين كيطلب لنا المعادلة ضروري إذا كنتي هنا في إسبانيا ما عندك شتوراق يمكنك تقرأ عادي أنا كنتكلم بين قوسين على الباسك عادي أنك تقرأ كتشجل معادلة وكتوكل على الله واللهما يسير كنتي في المغرب ضروري خاصك تواصل مع واحد مركز ديال تكوين الميهاني كتدير له واحد سواء بريبي كتفاهم ما كان بالفلوس كتخلص كتأخذ المطريكولة ديالك وكتبدأ البروسيدور ديال الفيزا من المغرب ونتا وزهرك ديك الساعة إذا كان عندك الضامن مزيان تقدر تأخذ الفيزا ديالك لا تكتب لك الفيزا تقدر تقلب على واحد لميطود آخر أنك تدير واحد الفيزا ديال السياحة إلى تعكسوا لك في الضامن ما صدقتش فيزا دير فيزا سياحة وطلع لإسبانيا وقلبها ديك الساعة قلب هالدراسة عن طريق تكوين تكوين الميهاني يا الإخوان فهم جموعة ديال الامتيازات أولا كتقدر تستفيد من واحد المينحة المينحة اللي غدي تساعدك على الدراسة ديالي وكما دائما شنو كنحتاجه باش ندفعو الفيزا ديال الدراسة ماتريكولا دامن قصر قرطي ذاك شي كامل ما بيش نبقى نعودو لي أن كن فيديوات آخرين مع العلم أن هالم موضوع رديجة تكلمت عليها بزاف ديال المرات واحد نقطة مهمة مزيعة بزاف ديال الناس أنا كنعرفهم جاءوا الهنايا بالفيزا ديال السياحة وقلبوها الدراسة وكيقراوه وكيلي جاءوا ومرأتوا مثلا وتزاد عنده ولدو هنا هذاك الدرير كيتزاد عندك عنده الحق أنه يصيب له الوراق لأن أبوه لي قال يصيب له الوراق عادي مكينش مشكلة الناس بك تسول وش يمكننا نطلعوه من المغرب بالفيزا ديال الدراسة احنا وولادنا وكذا وكذا هذه دراسة صعيبة هذه دراسة صعيبة من غد دفع القنصرية تسعود وتسعين في المياه ما يقبلوها إلا جيتوا كاملين الفيزا سياحة هنا وكانوا عندكم موارد مالية كافية باش تقلبوها عادي كيقلبوا لكم كاملين يكفي على كاتبي اللي هوم ميديوس إيكونوميكوس ديالكم يعني عندكم فلوس را غادي يقلبوها لكم بالنسبة للسيرفيز اللي كنقدم أنا شخصيا لانسكريبسيون 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 كينا كنفونسيو مع مراكز ديالتكويد الميهني وكنفونسيو كذلك شاركة مع معاهد ديال اللغة الإسبانية وأنا دائما كنقلب على شي بلاسة يا إما كتكون جراتوي مجانية ولا شي مراكز اللي كيكونو الأتمينة ما كتكونش غالية كتكون مناسبة هذا هو الهدف عندي تماية وبالنسبة للناس اللي كتبوا يتشجل مثلا في وكتجي في آخر لحظة هديك ما كيكون عندك ما تقر لها أما اللي كيتتواصل معها تقبل هذا يقدر يستفد من بزاف ديال بزاف ديال اللي زابونتاج مثلا اللي سيكون بزاف ديال قبل من شهر ستة ولا من شهر سبعة يمكن له يستفد حتى من الساكن هذي أبسيون أنا كنديرها اللي كي يجيره أطار ما يمكنش تطلب له أنه يستفد من الساكن الجامعي ولا الساكن ديال الدولة اللي خاصة الطلبة ما يمكنش يستفد منها إلا جاء وقت ذاك الأجال للقعفات ما يمكنش يستفد أما إلى تواصل قبل يمكن تلحق ديال المرحلة ديال انسكريبسيون وتشجلو ويستفد من الساكن وأنتم مكتعرفوا بإلا إسبانيا المشكلة فيها والساكن يعني رقتي الساكن رقتي الساكن رق نقصتي على راسك بزاف ديال المصاريف وبزاف ديال الشارج المهمة كان هدا فيديو رابسيط تشجل حاجة مصعبة كل شيء سهل أنا كنحاول بارتاجي معكم هذه المعلومات لكتعلق الدراسة بحكم أنني ما نكذفش عليكم والإخوان وكل التواضع والناس اللي كيعرفوني وكي يجيوا أنا حاليا مازالك أمقرأ أنا هنا في اسبانيون مازالك أمقرأ مازالك أمقرأ لأن القرأة ماشي عيد قرأة رسيلة حتى لا قرأتي وما نفعتيش راسك تقدر تقرأ وتنفع بها أولادك عندما قرأتيش ما نفعتكش تلك القرأة ديالك تقدر تنفع بها أولادك تقريهم تراجع معهم تعاونهم توجههم ترسم لهم واحد توجيه الحياة ديالهم إلا مثلا الإنسان أجي وقال أنا ما نستفدش ركينوا والدك جاي في طريق أولا بنتك اللي محتاجة للتوجيه ومحتاجة اللوريونتاسيون شكل اللي يكون قدوة ديالها أولادك كي يشوفك أنت هو القدوة ديالهم أنت سواء كنت أب ديالهم لأم ديالهم لأخالهم لعمهم لأحتاخوهم أموما الإخوان بلا ما نطغل عليكم كان هذا فيديو بسيط لأن كوشي ولا واضح أنا كنت قرطة شي كوشي واضح الناس اللي كانت تسوول على الرقم ديال الواتساق أنا كنت نزلته في الفيديو اللي قبل ما هذا ديال المبع وحييته السبب بسيط الناس كالي كيصون عليها بالليل كالي كيصفت المساج مع ربعة كالي كيصفت المساج مع ثلاثة ديال الليل انتم ما راكم عارفين اسبانيا والمغريب كان واحد فرق ديال الساعة وماني كتسبت لي أنا مساج مع ربعة وأنا ناعس ولا كتسوني عليها فهمها انت كي ما بغيتش